يقول عليه الصلاة والسلام ليسترجع أحدكم في كل شيء يعني ليراجع نفسه يسأل أين الخلال؟ أين الذنب؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ أين المخالفة؟ ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسعن عنه فإنها من المصادر وما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر أنت لا تتهم الآخرين إن ابتلاهم الله بشيء بالتقصير هذا سوء أدب مع الله لكن بالغ في اتهام نفسك إذا جاءت الأمور على غيرنا تريد بالغ الله غني عن تعذيبنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فليسترجع أحدكم في كل شيء ليرجع إلى الله ماذا فعلت؟ لماذا حل بي ما حل بي؟ وحينما تسأل الله أن يهديك إلى سبب هذه المصيبة فالله يهديك قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه جاءت هذه الآية عقب آية المصيبة ومن يؤمن بالله أن الله هو الفعال وحده كيف سمح لزيد أن يصل إليه أو أن يسيطر عليه أو أن ينالني بأذى سمح الله له لماذا سمح الله له؟ لعلة عنده هذا هو التفكير المنطقي إذن ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائد الشسع رباط الحذاء شريط يعني لو انقطع رباط حذائه فهناك مشكلة وكان عليه الصلاة والسلام إذا رعه شيء وبالمناسبة النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر ولولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر هو بشر تجري عليه كل خصائص البشر وانتصر على بشريته فرفعه الله عز وجل فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا رعه شيء هو يخاف كما نخاف ويرجو كما نرجو ويهتم كما نهتم ويدعو كما ندعو كان عليه الصلاة والسلام إذا رعه شيء قال هو الله ربي لا شهيك له يعني هذه المصيبة شاءتني من ربي وليس من جهة أخرى لأنه لا شهيك هذه المصيبة جاءتني من ربي وكلمة رب يعني مربي كلمة رب تذكر بالأم قد تمنع الطعام عن ابنها الأم الرحيمة العالمة قد تحلم ابنها أطيب الطعام إذا كان يؤدي به إلى مرض وديث إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي أحدكم صفيه من الطعام إن الله لا يحمي أحدكم من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلك إذن حينما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله الأمر بيد الله هو الذي يعطي هو الذي يأخذ هو الذي يرفع هو الذي يخفق هو الذي يعز هو الذي يزل ما بعد هذه الآية واستغفر بذنبك إن جاءت الأمور على غير ما تريد استغفر بذنبك الأمر بيد الله والله عز وجل عادل ملخص هذا الكلام كله إن جاء الأمر على خلاف ما تشتهي اتهم نفسك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه والنبي عليه الصلاة والسلام يخاف ورأس الحكمة مخافة الله وكلما ازداد عقلك ازداد خوفك وكلما ضعف عقلك وضعف إيمانه قل خوفك أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون قد يأتي غضب الله فجأة ولله عز وجل سياسة مع عباده قد يرخي لهم الحبيب فيأكلون ويشربون ويتمتعون ويصخبون ويضحقون ويتنزهون ويتكبرون ويتغطرسون وفي ثانية واحدة يشج الحبل فإذا هذا الإنسان في قبضة الله قد يأتي مرض عضال لا تنام الليل سمعت البارحة عن إنسان صياحه أقلق كل من في البناء آلام لا تحتمل وكان من ألمع شخصي جاء الورم الخليص في أماكن حساسة كل المسكنات لا تجلي الجيران لا ينامون من صياحه كل من فأعوذ بالله من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع صفتك ولك العتبى حتى ترضى عند الله أدوية تدعو الحليم حيران هذا بسمه المؤيد القانوني سيدنا موسى قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من أحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي ذكرهم بآلائي كي يعظموني قرآن الكريم يقول عن هذا الكافر إنه كان لا يؤمن بالله العظيم التركيز على العظيم معظم أهل الأرض يؤمنون بالله بما فيهم إبليس بس إبليس ما آمن بالله العظيم وعامة المسلمين ما آمنوا بالله العظيم ذكرهم بآلائي كي يعظموني وذكرهم بنعمائي كي يحبوني وذكرهم بالبلائي كي يخافوني فلابد من تعظيم وخوف وحب فإذا طغى الحب على الخوف تفلت الإنسان وإذا طغى الخوف على الحب يأس الإنسان وإذا ضعف التعظيم عصى الإنسان بضعف التعظيم عصى وبضعف الخوف يطغى وبضعف الحب يأس فلابد من مشاعر متوازنة في قلب المؤمن الحقيقة محور هذا الدرس أن تربط جميع المصائب بالله عز وجل أما الاتجاه الشركي هذا الزلزال حرك باطني للقشر الأرضي فالإنسان الكافر يميل إلى تفسير ما يجري تفسير شركة أرضا النبي الكريم علمنا أن نربط كل المصائب بالله عز وجل كي نتوب إليه والله عز وجل قادر دائما أن يدفعنا إلى بابه دفعا عن طريق المصائب وقد قال عليه الصلاة والسلام عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل وإذا دخلت إلى مسجد والله لا أبالك يعني أنظر إلى جمع غفير في مسجد تأكد أن تسعين بالمئة من هؤلاء دخلوا بيت الله عقب معالجة لطيفة من الله الإنسان من دون معالجة إلهية يطغط واحد قال لي والآن إنسان صالح قال لي بالسبعينات كان في رواج اقتصادي يفوق حد الخيال عنده مؤسسة وكانت أرباح وطائلة قال لي وضعت في جيبي خمسمائة ألف وكان ثلاثة وثمانين الدولار وضعت في جيبي خمسمائة ألف وتوجهت إلى بلاد بعيدة هيعاد الثانية كي أستمتع من دون أن يأخذ معه زوجتك طبعا مفقا وصل إلى هناك شعر بآلام في زهره دخل إلى مستشفى قيل له ورم خليص في العمود الفقر قطع زيارته وعاد إلى بلده من مسجد إلى مسجد ثم تبين أنه ليس معه لكن الله أرجع فالله عز وجل ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا هي دفع إلى باب الله إن رأيت إنسانا ملتزما فلأن الله عالجه المعالجة من عندي حكيم عليم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصاب قبل قليل شسع النعلي إذا انقطع قبل قليل قبل قليل أدعو الله عز وجل لم تجد الملح اسأله ملح طعامك غرض ضع منك اسأله أن يرده إليك يعني إن الله يحب من العبد أن يسأله حاجته كلها وكان عليه الصلاة والسلام يقول ألضوا ألضوا أي ألحوا بيا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث هذا من أدعية النبي الأثيرة عليه يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أيها الإخوة لا شك أن المصائب أنواع منوعة ومن ضيق الأفق ومن السذاجة أن تظن أنها من نوع واحد هناك مصائب تصيب الكفار مصائب قصم أو مصائب ردع وهناك مصائب تصيب المؤمنين هي مصائب دفع إليه أو رفع عنده دفع أو رفع وهناك مصائب تصيب الأنبياء هي مصائب كشف لذلك تجد في القرآن فانتقبنا منه يعني قصمناه إن كانت إلا صيحة واحدة ما معنى واحدة إن كانت إلا صيحة أن إنسان لو أراد أن يقتل حشرة صغيرة على أرض غرفه هذه الحشرة لا تحتاج إلى مطرقة تحتاج إلى ضربة واحدة لضعفه فهؤلاء الأقوياء الذين ترونهم في الدنيا أقوياء يحتاجون إلى صيحة واحدة تأقذكم فإذا هم هالكم فلذلك ألضوا بياذا الجلال والإكرام فالمصائب منوع بين قصم وردع ودفع ورفع وكشف فالمؤمن قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفذ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رُبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَدُونَ وأنا لا أشك أبداً أنه ما من واحد منكم وأنا معكم إلا وله في هذا المجال تجارب مع الله عز وجل فقد تأتي مصيبة ثم يهتب إلى أن هذه المصيبة جاءت بحكمة بالغة وبعدل مطلق وبرحمة واسعة فلذلك لا تضطرب إن جاءت المصائب هل تريد أن أقول لك متى تضطرب؟ ينبغي أن تضطرب أشد الإقتراب إذا كنت لا سمح الله في معصية والأمور تأتي كما تجد إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره معنى ذلك أن المصائب التي تساقل المؤمنين لا تجد لا بد من قصم بعد حين فهؤلاء الذين يعصون الله ويستكبرون خطهم البيان صاعد صعوداً حاداً ثم السقوط بشكل مريع ثم إن الإنسان له مع الله أياماً وقد قال الله عز وجل وذكرهم بأيامها قد يكون يواجه عدواً فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفه عنه وقد يواجه مشكلةً فالله عز وجل بفضل الدعاء صرفها عنه فمن تمام النعم أن يأتي الرخاء بعد الشدة الذين يحبهم الله عز وجل يؤدبهم ثم يقلبهم الإنسان يؤدب لكن لا تستقر حياته إلا على الإكرام يؤدبهم ثم يحبهم بينما أهل الدنيا يرفعهم ثم يقسمهم فإذا كنت في طور الإبتلاء وطور التأذيب فهذه نعمة كبرى والدليل على ذلك ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهداً ووجدك عائلاً فأغنى كان غنياً بعد أن كان فقيراً وكان مهتدياً بعد أن كان في حيرة وكان يتيماً ثم آواه الله إلى رحمته قد يسأل سائل لماذا كان النبي يتيماً لأنه لو كان له أب كبير مربي كبير تعزى كل فضائل النبي إلى أبيه أراد الله عز وجل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام في علمه منه مباشرة وفي فضله من الله مباشرة ما من أحد له على النبي الكريم يد بمعنى أنه هو الذي صنعه يام تلاقي أب من أرقى الأبناء له أب كبير يقول هذا صنيعة أبيه هذه الأخلاق من توجيه والده هذا الاندماط من توجيه أمه لا أم ولا أب فعلمه من الله مباشرة وخلقه أيضاً وإنجازه من الله مباشرة ولم يكن له ذرية من الذكور هذا ابن النبي فإن لم يكن على المستوى انتقلت البغضاء إلى النبي هذه مشكلة كبيرة قال له يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك يا رسول الله كيف نبغضك وبك هدان الله قال تبغض العربة فتبغض نبغض تنتقل العتاية فلحكمة بالغة لم يكن للنبي ذرية من الذكور إطلاقاً أن هذا يتمتع بميزة ما بعدها ميزة ابن رسول الله وقد لا يكون في المستوى المطلوب فيسبب للمسلمين متاعب كثيرة جداً هذه حكمة أنه كان يتيم الأم والأب ولم يكن من ذريته الذكور ولم يتعلم علوم الأرض فعلمه من الله وإنجازه من الله وذريته لصالح الدعمة ثم يقول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وختام هذا الدرس أن لكل مؤمن من هذه الآية نصيب بحسب طاعته لله وإخلاصه له حينما تطيع الله عز وجل يرفع الله لك ذكرك يعني مرة كنت عند قصة قال لي صديقي كان أحد كبار القراء في الشيء كنا في حفل صلى بنا إماما واقفا وعمره يزيد عن مئة وأربع سنوات يعني ورد في الأسر أنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يمره قال لي هذا القصة كان رفيقي قلت له أين سرى من السورية الله رفع هذا الذي حفظ كتاب الله رفعه إلى أعلى مستوى فالقرآن يرفع الإنسان فألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغم والحمد لله رب العالمين نحن أيها الإخوة في بيت من بيوت الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد لا ينبغي أن يطرح في بيوت الله إلا ما في الوحيين الكتاب والسنة في بيوت أذن الله أن ترفعه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملهم ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب هذه الآيات الكريمة ورد قبلها قوله تعالى الله نور السماوات والأرض خلق السماوات والأرض ونورها بالكواكب ونورها بالقرآن فقرآنه نور ونبيه نور ودينه نور وقد حجب عن خلقه بالنور الله نور السماوات والأرض إن أردت الحقيقة فالتمسها عند الله من خلال الوحن الكتاب والسنة إن أردت حقيقة أي شيء إن أردت سر أي شيء الله نور السماوات والأرض مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكات كصدر كصدر الإنسان كمشكات فيها مصباح شؤلة الإيمان المصباح في زجاجة القلب الذي في الصبر الزجاجة كأنها كوكب ضري يوقد من شجرة مباركة من أوجه التفاسير الشجرة المباركة هي الوحن وهناك تفسير آخر هي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقى هذا الوحي وبينه بنا وكأن الله عز وجل علم أن سيكون العالم شرقاً وغرداً شرق فيه قهر وغرب فيه انحلال شرق يدعم الجماعة على حساب الفرد فيما مضى وغرب يدعم الفرد على حساب الجماعة هذه الشجرة المباركة لا شرقية ولا غابية بل علوية من عند خالق الكون لا يطح أن تقول في الإسلام ديمقراطية الإسلام هو الإسلام والشرع هو الشرع لا يوازن منهج الله بمناهج الأرض إطلاقاً شيء نسيج وحده شيء متميز لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسونا نور على نور قال العلماء نور الوحي على نور العقل ونور الفطرة على نور القرآن الكريم التطابق العجيم بين الوحيين النقر الصحيح وبين العقل الصريح وبين الفطرة السليمة وبين الواقع الموضوعي نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أين نعلق في بيوته هنا؟ قال علماء التفسير يوقد من شجرة مباركة في بيوته إن أردت الحقيقة الخادصة إن أردت الحق الذي لا يقبل التبديل ولا التعديل ولا الحزفة ولا الإضافة تجدها في بيوت لا لأن بيوت الله يذكر فيها اسمه بإذنه إذا أذن الله لهذه البيوت أن يذكر فيها اسمه عندئذ يأذن لمن في الأرض أن يأذنه وإذا لم يأذن الله في عليائه أن يذكر اسمه في بيت لم يأذن أهل الأرض كلهم لهذا الإنسان أن يتكلم كلمة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيه التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي موضوع ساخن؟ أي موضوع ملتهد؟ يجب أن تبحثه عن سره في الوحيين؟ ألم يقل الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ أيها الإخوة الكرام حينما يعاني مجتمع الماء من مشكلات لا يتفاوت ناس أبداً في معرفة وقوع هذه المشكلة وفي معرفة حجمها لأن الأخبار المسموعة والمرئية تطلعهم على أدق التفاصل الإختلاف ليس في وقوعها أو عدم وقوعها ولا في حجمها الكبير أو في حجمها الصغير هذا شيء مقطوع به لأن الأرض أصبحت غرفة واحدة قالوا كانت قرية صغيرة فأصبحت بيتاً الآن الأرض غرفة واحدة ما يحدث في أقصى المشرق يصلك في ثوان المعدلات بتفاصيله ولكن أين نختلف؟ نحن لا نختلف في مصداقية وقوع الحدث أو لا ولكن الناس يختلفون في تحليل هذه الحوادث وإرجاعها إلى أسبابها الحقيقية الناس كيف يواجهون هذه المشكلة؟ لا بد من أن يعيدوها إلى أسبابها أيها الإخوة إرجاع المشكلة إلى أسبابها ثم محاولة إزالة هذه الأسباب هو أهم عمل يجب أن يفعله المسلمون هناك مشكلات تحيط بهم لا عد لها كل مشكلة لها سبب نظام السببية نظام اعتمده الله عز وجل أصلاً من أصول خلقه وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً كل مهمة المؤمن أن يرجع مشكلة يعاني منها كبيرة أو صغيرة فردية أو جمعية إلى أسبابها الحقيقية ومحاولته الناجحة أن يزيل الأسباب حتى تزول المشكلة أيها الإخوة الكرام منابر البوح والإعلام عديدة جداً لكن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينطق بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لو أرجعنا مشكلة ضعف المسلمين إلى الاستعمار هذا تحليل غير دقيق بل إن علة الاستعمار علة في علم المناطق ليست كافية ما كل شيء يعزل الاستعمار هناك بلاد عمرها الحضاري كعمرها وقد تجاوزت هذه المشكلة لو عزلنا هذه المشكلة مشكلة ضعف المسلمين إلى الصهيونية أيضاً هذا تحليل غير دقيق وهذا السبب غير كافي البطولة أن نعيد المشكلة إلى سببها الحقيقي الذي جاء به الوحي إن عرفنا السبب الحقيقي وجهدنا في إزالة السبب كرمنا الله جل جلاله بإزاحة هذا الكابوس أيها الإخوة الكرام لو أن الله خلق أقوياء وضعفاء أليس هناك سؤال كبير يا رب لما قرويتهم وأضعفتهم لو رجعنا إلى كتاب الله يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أين الاستخلاف؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أين التمكين؟ ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أين التطمين؟ والله ترون بأعينكم لا استخلاف ولا تمكين ولا تطمين وزوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعوده للمؤمنين ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعوده للمؤمنين وعوده محققا بل إن الله عز وجل حينما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا الوعد بيوم الدين جاءت عبارته في القرآن الكريم بفعل ماضي أتى وكأنه قد أتى وحينما قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفين؟ هل رأيت ما فعل الله بأصحاب الفين؟ قال علماء التفسير ينبغي أن تأخذ خبر الله وكأنك رأيته أنت مع كلام خالق الكون يعد الله المؤمنين أن يستخلفهم في الأرض ثم لا يستخلفهم؟ يعد الله المؤمنين أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ثم لا يمكن لهم هذا الدين؟ يعد الله المؤمنين أن يبدلهم من بعد حوفهم أمنى ثم يخيفهم؟ ينبغي أن نفهم كلام الله من دفته إلى دفته فخلف من بعدهم خلف قضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون بيها أي شهوة يتبعها الإنسان؟ لا ترضي الله عز وجل تسقطه من عين الله يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهاما يجعلها الله هباء منسوعا قيل يا رسول الله جله لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أيها الإخوة الكرام الجواب فخلف من بعدهم خلفه أضاعوا الصلاة وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها يعني تفريغها من مضمونها يعني ألا تستقيم قبلها ألا تلتزم منهج الله عز وجل تصلي وأنت لا تصلي تصلي وأنت محذوب عن الله لأن الفعل الذي يناقض منهج الله عز وجل هو حجاب بينك وبين الله إضاعة الصلاة لا يعني تركها من المفلس؟ قالوا يا رسول الله الذي لا ذنها ما له ولا متاع قال لا المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشدم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار هذا هو فهم الدين الدين التزام كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصلام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم يمدنا أيها الإخوة الكرام وَلَا يُمَكِّننَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ لكن هل وقفتم عند هذه الآية بتأمر بصير أي دين وعد الله أن يمكنه الدين الذي يرتضيه لنا فإن لم يمكننا فالجواب القطعي أن الدين الذي نتوهمه ديناً لم يرتضه الله لنا وهذا هو السبب الذي نرى أن الله لا ينصرنا به الدين الذي نتوهمه ديناً لم يرتضه الله لنا لم يرتضي الله لنا دين مظاهر ودين ألقاب ودين مديح ودين طرب ودين ولائم ودين مؤتمرات ودين عبادات شعائرية ودين بناء مساجد مزخرفة الله عز وجل أراد ديناً أراد الدين منهجاً لحياتنا إذا كانت عبادتنا في واد وحياتنا في واد آخر إذا كانت بيوتنا ليست إسلامية وأعمالنا ليست إسلامية وكسب مالنا ليس شرعياً وإنفاق مالنا ليس شرعياً وعلاقاتنا الاجتماعية ليست شرعيةً وحلنا وترحالنا ليس شرعياً وأفراحنا ومآسينا ليست شرعيةً هذا الدين الذي نحن عليه لم يرتضه الله لنا لذلك تعطلت أعود الله من أن تتحقق أيها الإخوة الكرام يقول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين هناك غلو في الدين إما تقصيرا أو مبالغة هناك تقصير عن تطبيق النص أو تجاوز للنص وكل الحالين خطير في الدين يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين الغلو في الدين مصيبة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم لا تأخذ فرعا بسيطا وتجعله الدين كله وتقاتل من أجله لا تسفه من حولك أنت واحد من المؤمنين أنت جنزي من جنود الإيمان الدين كالهواء لا يستطيع أحد أن يحتكر ولا جهة ولا بلد ولا مصر ولا عصر ولا مذهب ولا طائفة ولا ملة هذا الدين كالهواء لا تغلوا في دينكم لا تتوفمن أن الله لك وحدك وأن الله لجماعتك فقط الله لكل عباده هؤلاء الذين غالوا في الدين يحرفون الكلمة عن مواضعهم يجرون النصوص إلى صالحهم يؤولونها تأويلا لمصلحتهم هؤلاء الذين غالوا في الدين أبعدوا الناس عن حقيقة الدين هؤلاء تعصروا هؤلاء انتماؤهم ليس لمجموع المؤمنين شيء آخر ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين هناك مبطلون هناك أعداء للدين الاداء تزيوا بزي الدين نخشى على الدين لا من أعدائه أعدائه منكشفون لنا ولكن نخشى على الدين من أدعيائه نخشى على الدين ممن يفجره من داخله نخشى على الدين ممن يتزيى بزي الدين وهو يعمل خلاف الدين نخشى على الدين ممن يحاول أن يميعه ممن يحاول أن يعطي فتوى لكل معصية على الإطلاق انتهى الدين حينما تنتهي مبادئه القويمة وقيمه الأخلاقية أيها الإخوة الكرام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المغطلين وتأويل الجاهلين والجاهلون لأن يرتكبوا الكبار أهول من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون لأن يرتكبوا الكبائر أهول من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون وقد صلف الله المعاصي تصنيفاً تصاعدياً ذكر الإسم والعدوان والفحشاء والمنكر والشركة والكفرة وجعل على رأس هذه المعاصي الكبيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هناك من يقول على الله ما لا يعلم وهناك من يفجر الدين من داخلك وهناك من يغالي هؤلاء الثلاثة أبعدوا الناس عن حقيقة الدين الدين مظهر وليس مخبراً الدين شكل وليس مضموناً الدين محتوي وليس محتوى أيها الإخوة الكرام وتحت اسم التجديد في الدين يذوب الدين وتحت اسم التجديد في الدين نخرج عن أصول الدين وتحت اسم التجديد في الدين نبيح كل المحرمات وتحت اسم التجديد في الدين نبالغ بكل الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل ما هو التجديد؟ كلمة براقة كلمة لها وهج تجديد الإنسان يحب الجدة التجديد في الدين لا يمكن أن يزيد عن هذه المقولة أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه هذا هو التجديد أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه لأن الدين دين الله اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديني التمام عددي والكمال لوعي فعدد القضايا التي علجها الدين تام عددا وطريقة المعالجة كاملة نوعا مجرد أن تضيف على الدين شيئا أن تتفهمه بالنقص إنه دين الله لا يضل ربي ولا ينسى لمجرد أن تحرف منه شيئا أنت اتهمته بالزيادة لذلك لا يفهم التجديد في الدين إلا أن تزيل ما علق به مما ليس منه أما أن نفهمه تحليل محرم وتحريم محلل وفهم الأمور بخلاف منهج الله عز وجل هذا ليس تجديدا ولكنه تهديم وأقول مرة ثانية لا نخشى على الدين من أعدائه بل نخشى من أدعيه أيها الإخوة الكرام العامل الحاسم العامل الحاسم الوحيد من خلال الكتاب والسنة في النصر هو الله عز وجل يقول أحد الصحابي الكرام سيدنا سعد ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أن صرف منه ولا صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيه القرآن الكريم وحي الله كلام خالق الأكوان فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه يقول ومن نصره إلا من عند الله هذه الآية ينبغي أن تدخل في تركيب دمائنا ينبغي أن تكون خلية بين خلايا أجسامنا ومن نصره إلا من عند الله العامل الوحيد الحاسم في النصر هو الله هل لهذا النصر قواعد قال إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا دينه ينصركم إن تعزوا كتابه ينصركم إن تعزوا سنة نبيه ينصركم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفر النصر الحاسم بيد الله وهذا النصر له قواعد الله عز وجل يتعامل معنا بمنهج بقواعد بمبادئ يقول الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين حقا علينا أنشأ الله لنا حقا عليه أنشأ الله لنا حقا عليه كن مؤمنا كما يريد الله عز وجل وخذ النصر أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمتني فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلمني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد لا ينبغي أن نتوهم النصر من شرق أو غرب ولا من شمال ولا من جنوب ولا من سلاح ولا من شيء إلا أن نتنتظر النصر من الله عز وجل وأن نكون له كما نريد أيها الإخوة الكرام وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي إيمان هذا هناك دائرة واسعة جدا كل من في داخلها فهو مؤمن وإبليس في داخلها ألم يقل ربي فبعزتك ألم يقل أنظرني إلى يوم يبعثون ألم يقل خلقتني آمن بالله خالقا وآمن باليوم الآخر وآمن بالله عزيزا وآمن به ربا كل إنسان قال الله خالق السماوات والأرض هذا مؤمن هل هذا الإيمان يجد لا والله هل هذا الإيمان منجد لا والله هل هذا الإيمان يعد سببا للنصر لا والله هذا إيمان لا يقدم ولا يؤخر لكن ضمن هذه الدائرة الكبيرة جدا دائرة أصغر منه الذي حمله إيمانه على طاعة الله الذي حمله إيمانه على طاعة الله هذا ضمن الدائر الثاني هذا الإيمان ينجي هذا الإيمان يعد سببا للنصر هذا الإيمان يمكن أن ترى أثره في حياتك اليومية يا معاد ما حق الله على عباده أن يعبدوه يا معاد ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه قال أن لا يعذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه لذلك أيها الإخوة إذا قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين أي إن كنا في الدائرة الثانية إن حملنا إيماننا على طاعة الله إن كنا ملتزمين بمنهج الله إن كان بيتنا إسلاميا خروج زوجاتنا وبناتنا إسلامي كسبنا للمال إسلامي إنفاقنا للمال إسلامي أفراحنا إسلامية أتراحنا إسلامية إقامتنا إسلامية سفرنا إسلامي إذا طبقنا منهج الله التفصيلي في حياتنا نحن في الدائرة الثانية هذا هو الإيمان الذي عناه الله بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا دققوا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا معنى ذلك أن إيمانكم ليس كنفير إيمانكم ليس منجيا إيمانكم لا يكون سابا للنصر ما دام النصر من عند الله حصرا وما دام هذا النصر له أسباب في متناول أيدينا شيء آخر أول شرط الإيمان شرط لازم غير كافر الشرط الثاني الإعداد شرط لازم غير كافر نعد ولا نؤمن لا ننتصر نؤمن ولا نعد لا ننتصر ينبغي أن نؤمن الإيمان الذي أرده الله وهذا الإيمان يحملنا على طاعة الله وأن نعد القوة المتاحة وأعد لهم ما استطعتم من قوة أيها الإخوة الكرام ما استطعتم تعني استنفاذ القوة أن نعد لهم كل شيء أن نعد لهم أشياء مادية وأشياء معرفية وأشياء علمية وأشياء أخلاقية لما جاء ابن رواحه إلى اليهود ليقيم تمرهم أغروه بحلي نسائهم لعلهم يقبل التقييم قال جئتكم من عندي أحب الخلق إلي ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازير ومع ذلك لن أحيف عنه فقال اليهود بهذا غلبتمون بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمنا أيها الإخوة إن آمننا الإيمان الذي يحملنا على الطاعة ثم أعددنا الإعداد المتاح لنا والله الذي لا إله إلا هو زوال الكون أهول على الله من أن لا ننتصر على أعدائنا مهما تفوقوا في أسلحته مهما تفوقوا في دعمه أيها الإخوة يقول الله عز وجل وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ إِلَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ أيها الإخوة الكرام تحدي الإفقار يجب أن نقابله بعد الإيمان بالله وبعد الإعداد الكافي الإعداد المتاح أن نكسب المال الحلال ونحل به مشكلات المسلمين وقد يكون مكرهم الإضلال تأصيل الدين وفق قواعده الصحيحة وتعزيز القيم الإسلامية ونشرها والدعوة إليها حتى تحاصر الباطل أو تحاصر تأويل الجاهلين أو تحريف الغالين أو انتحال المطلبين هو الحل الأمثل أن ندعو إلى الله أن نبين قواعد الدين أن نبين أصول الدين أن نبين مناهج الدين أن نبين قيم هذا الإسلام العظيم أيضا هذا رد على الإضلال أما إذا أفسدونا عن طريق الغزو الثقافي ماذا نعمل؟ ينبغي أن نبتاد بيوت الله ينبغي أن نأوي إلى الكهف وكهفنا بيتنا ومسجلنا لنبتعد عن تيارات الرزيلة والإباحية ينبغي أن نبتعد عن كل مكان مشبوط وعن كل مقصف فيه نساء كاسيات عاليات وعن كل عمل فني يسير فينا الغرائز ينبغي أن نبتعد عن مجتمعاتهم وعن أماكن لهوهم وعن فنومهم التي لا تغذي الله عز وجل الغرب حاربنا بالمرأة فغدا كل بيت ناديا ليليا أيها الإخوة لذلك مكر الإفساد يحتاج إلى أن نؤوي إلى الكهف وكهفنا بيتنا ومسجدنا وتلاوة قرآننا وقراءة سنة نبينا وأن نكون في الجماعة عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد وإنما يأكل الذئب من الغنب القاصي أما حينما يتحدوننا بالإذلال ينبغي أن نضع كل شيء تحت أقدامنا في سبيل كرامتنا وفي سبيل احتزازنا بديننا سيدنا عمر حينما قال لجبله أرضي الفتى لابد من إرضائه ما زال غفرك عالقا بدمائه أو يهشمنا الآن أنفك ملك وتنال ما فعلته كفك قال كيف ذاك يا أمير هو سوقة وأنا عرش وتاج كيف ترضى أن يخر النجم أرضا قال له نزوات الجاهلية وارياح العنجهية قد دفلناها أقمنا فوقها صرحا جديدا وتساوى الناس أحرارا لدينا وعديدا قال كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز أنا مرتد إذا أكردتني قال عنق المرتد بالسيف تحز عالم نبنيه كل صدع فيه بشب السيف يداوى وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى إن أرادوا إفقارنا ينبغي أن نكسب المال الحلال لنحل به مشكلات المسلمين وما أكثرها إن أرادوا إضلالنا ينبغي أن نؤصل قواعد الدين وأن نعزز قيم المسلمين وإن أرادوا إفسادنا ينبغي أن نؤوي إلى مساجدنا لا إلى الملاهي والحانات ولا إلى الأعمال الفنية التي تحيل الإنسان ثورا هائجا وإذا أرادوا إذلالنا ينبغي أن نضع مصالحنا تحت أقلامنا في سبيل كرامتنا وإن أرادوا اجتياح أرضنا كما يفعلون في فلسطين يهدمون الهيوت ويقتلعون الأجزاء الأشجار ويقتلون الأطفال ماذا نفعل؟ ينبغي أن نجاهل في سبيل الله ولكن أيها الإخوة الكرام دققوا في هذين الحديثين قد يقول قائل إن لم يتحلن الجهاد ماذا نعمل؟ نقول له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزر تماما ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزر قضية سهلة إن لم يتحلك أن تغزل وأن تحارب وأن تقاول ادعم هؤلاء الأبطال بمالك فهذا كان غزل في سبيل الله إن لم يتحلك أن تكون غازيا فرع أهله هذا الذي غزر من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزر ومن جهز غازيا فقد غزر نحن مدعوون أيها الإخوة للتبرع والانتفاض فحينما يدفع الإنسان بعض ماله هؤلاء الجرحى وهؤلاء القتلى وهذه البيوت التي هدمت وتلك الأشجار التي قلعت وهذا الفقر المدقع وقد صمدوا ثنوات ثلاثة ما معمر إلا الحجارة وبعض السلاح الخفيف أمام أكبر فرساني في الشرق الأوسط تقهرهم وتذلهم وتريد أن تنهي هذه الانتفاضة والانتفاضة متأججة أيها الإخوة هؤلاء الذين يدفعون دماؤهم في سبيل قضيتهم ألا يجدر بنا أن ندفع بعض أموالنا إليهم ألا يجدر بنا أن نواسي أطفالهم من بعدهم أن نواسي أراملهم من بعدهم ألا ينبغي أن نمدهم بالمال فلعل الله سبحانه وتعالى ينصرهم وقد يخلق من الضعف قوة وقد ينصرهم نصرا تفضليا أو استحقاقيا أيها الإخوة الكرام إن لم يتحلم أن نجاهد فلنجهز غازيا إن لم يتحلم أن نقاوم فلنجهز مقاوما إن لم يتحلم أن نجاهد فلنخلف غازيا في أهله بخير وأرجو الله سبحانه وتعالى واليوم في جميع مساجد القطر تجمع التبرعات من أجل الانتفاض أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسن وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخل حذرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواء وتمنى على الله الأماني الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعود به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن هناك قاعدة أصولية تفيدنا جدا تقول هذه القاعدة لا عبرة بدلالة الحال أمام التصريح يعني دخلت إلى بيت صديق لك رأيت في غرفة الضيوف إبريقا من الماء الصافي العذر الزلال استنبطت من رؤيته أنه ماء للشرب ماء طاهر لا لون له ولا طعم له ولا رائحة فجاء صاحب البيت وقال إياك أن تشرب من هذا الإناء فهو ماء نجس لقد كانت يد ابني ملوسة فوضعها في إبريق الماء كل استنباطاتك الخاصة سقطت أمام تصريح صاحب البيت الآن لو أنك أعملت عقلك في كل شيء واستنبطت ملايين المعلومات أمام تصريح الله عز وجل في القرآن الكريم ليست بشيء أيها الإخوة الكرام قال تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَسَرْكُمْ فِسِّرْ مَا شِئْتْ هذا هو القرآن الكريم هذا هو كلام خالق الأكوان أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسنون لا يعطون الفقراء فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فلما رأوها قالوا إِنَّا لَظَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قصة أناس عندهم بساثين وعندهم محاصيل وعندهم غلات وفير وكانوا أشحة أرادوا أن يمسكوا هذا عن الفقراء فطاف عليها طائف من ربك في الليل سقيا فأصبحت كالصرين تنادوا مصبحين وصلوا إلى مزارعهم ليست فيا أين الثمار من قطبها إنا لضالون ثم تأكدوا أنها مزارعهم قال بل نحن محرومون ثم ذكرهم أقربهم إلى الله عز وجل ألم أقل لكم لو لا تسبحوا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين هذه القصة قلبت إلى قانون قال كذلك العذاب يعني يا عبادي أي عذاب أسوقه لخلقي من آدم إلى يوم القيامة كهذه القصة كهذه القصة فاستبق ما شاء وفسر المصائب ما شاء أعطها مليون تحليل مليون زاوية هذا هو تصريح الله عز وجل في قرآنه الكريم هذه آية محكمة كذلك العذاب ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غدا من كل بكار فكثرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الصواعق أو الصواريخ أو من تحت أرجلكم أو ينبسكم شياعا ويذيق بعضكم بأس بعض إنها معالجة إلهية لا تنسى هذه الآية الكريمة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون أيها الإخوة الكرام الدنيا دار عمل وليست دار جزاء من الممكن أن تكون من أقرب الناس إلى الله وعندك بعض المصائف ومن الممكن أن تكون سليما معافا غنيا قويا جميلا ولست عند الله بمكان إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين أيها الإخوة حينما أقول في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قد يقول قائل والله أعرف نفسي مستقيما استقامة نادرة ومع ذلك تأثين المصائف مبدئيا ما كل ذنب ظاهر هناك ذنب باطن إن هؤلاء أصحاب النبي رضوان الله عليهم هم مع النبي وهم في الجهاد ومعهم سيد الخلق وحبيب الحق حينما قالوا في أنفسهم لن نغلب من قلة نحن أقوياء نحن كثر هذا ذنب باطن ليس ذنب ظاهر ما عصوا ربهم بجوارفهم ولكن قلوبهم حدستهم أنهم أقوياء وأنهم كثر قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم تدبريني يا أيها الإخوة الكرام ولو وجدت نفسك مستقيما على أمر الله فيما تعلم ولو وجدت أخاك مستقيما على أمر الله فيما يعلم يجب أن تعلم أن هناك ذنوبا باطنة قد تكون أخطر من الظاهر لأن الذنب الظاهر يسهل أن تعرفه وأن تستغفر الله منه ولكن الذنب الباطن خطير جدا إنك تألفه وإنك تعتقد بصوابه لذلك الكبائل الباطنة أشد فتكا في إيمان المؤمن من الكبائل الظاهر فيا أيها الإخوة الكرام هذه الخطبة من أجل أن تعرف حقيقة المصيبة المصائب كالمكابح في المركبة لا بد منه هل تستطيع أن تسير بمركبتك مترا واحدا بلا مكباح هلاك المحط وكذلك المصائب مع أن الله خلقك للسعادة إلا من رحم ربك ولذلك خلقه خلقك لتسعد في الدنيا والآخرة ولكن هذه المصائب مذكرة تكبح جماح النفس تلفت نظر الإنسان يعني درس عملي هناك درس نظري وقد بينت لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة ورحمته السابغة يبدأ بالدعوة البيانية الدعوة البيانية يسمعك حديثا يسمعك آية يسمعك خطبة تقرأ كتابا تستمع إلى شريط تستمع إلى محاضرة دعوة بيانية وأنت معاطة صحيح فإن لم تستجر فلابد من التأديب التربوي ولنوثيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فإن لم تستجر خضعت بمرحلة ثالثة الإكرام الاستدراجي فإن لم تشكر لم يبق إلا القصص أربع مراحل موضحة في كتاب الله في آيات كثيرة بدءا من الهدى البياني مرورا بالتأديب التربوي ثم بالإكرام الاستدراجي ثم بالقصص أيها الإخوة الأحباد ما كل مذنب يعاقب في الدنيا وما كل محسن يكافأ في الدنيا فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف لكن الله جلت حكمته يعاقب بعض المذنبين في الدنيا ردعا لبقية المذنبين ويكافئ بعض المحسنين في الدنيا تشجيعا لبقية المحسنين ولكن الفوز الحقيقي النجاح الحقيقي التفوق الحقيقي الكسب الحقيقي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قد تجد في بعض البلاد ما يدهش من غنى ومن أناقة ومن نظام ومن 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 وحدث ما شئ ولكن الله أجل وأكرم من أن يكون عطاؤه محدودا في الدنيا هذا ليس عطاء خالق الأكوان عطاء الله أبدي سرمدي فلذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون معنى الآخر أيها الإخوة هو أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه هذا قول للإمام الشافعي استنبطه من آية محكمة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه جيد أجابهم الله عز وجل قل فلمة يعذبكم بذنوبكم يعذبكم البأداء السبب بسبب ذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وإذا قال المسلمون نحن أمة محمد نحن خير أمة أخرجت للناس نحن 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 تكلموا عن أنفسكم ما شئتم الرد الإلهي قل فلمة يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق فلو أن الله قبل دعواهم لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم أبدا لو أنه علم حالهم كقالهم لما عذبهم بذلك الإمام الشاشعي رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية إن الله لا يعذب أحبابه طبعا هناك آية أوضح من ذلك يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم حياة النبي بين أصحابه انتهت ارتقى إلى الرفيق الأعلى كيف نفهم الآية بعد غياب النبي عنه قال العلماء ما دامت سنة النبي مطبقة في حياتهم ما داموا في تجارتهم وفي أعمالهم ووظائفهم ومهنهم وفي بيوتهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم وفي سفرهم وفي حلهم وفي ترحالهم وفي سلمهم وفي حربهم وفي أوقات مرحهم وفي أوقات لهوهم وفي أوقات بصائبهم مطبقون سنتك يا محمد فما كان الله ليعذبهم يعني نحن في بحبوحة ما دمنا نطبق منهج النبي التفصيلي لأن الله جاء بالقرآن الكريم بمعاني كلية وأوكل أمر تبيان تفاصيلها للنبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا لذلك قال بعض العلماء ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة وقد أمرنا ربنا أن نأخذ عن النبي وأن ننتهي عما عنه نهانا فكيف نطبق هذا الأمر إن لم نعرف ماذا أمرنا وماذا عنه نهانا إذا معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم وإذا قال الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسن هو أسوتكم وقدوتكم ومثلكم الأعلى كيف يكون أسوتنا ومثلنا إن لم نعرف ماذا فعل في بيته وكيف عمل زوجاته وكيف عمل جيرانه وكيف عمل أصحابه وكيف كان في سلمه وفي حربه وكيف كانت أخلاق دعوته وأخلاق جهاده إذا معرفة سيرة النبي فرض عين كل أمر في القرآن الكريم ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك يقتضي الوجود يؤكد هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا وراءه وقال يا معاذ ما حق الله على عباده قال الله ورسوله أعلى سأله ثانية وثالثة ثم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال حق الله على عباده أن يعبدوه وحينما فسرت قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم الذي برئ من شهوة لا ترضي الله وبرئ من عبادة غير الله وبرئ من تصديق خبر مناقض وحي الله وبرئ من الحب مع الله بل ينبغي أن يحب في الله هذا هو القلب السليم فقال له يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وأن لا يشرق به شيء ثم سأله ثانية يا معاذ ما حق العباد على الله لكرم الله وعظمته ورحمته وحكمته أنشأ لنا حقا عليه أنشأ لنا حقا عليه ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه قال أن لا يعدبه ألا يكفينا هذا الحديث الصحيح ألا يملأ قلبنا طمأنينة وأمنا وسلاما ورضا وثقة بالله عز وجل حق العباد على الله إذا هم عبدوه إلا أنه أخطأ طريقهما لذلك أهل النار وهم في النار ماذا يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحال السعر أزمة العلم فقط لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحال